اشتركوا في القناة المسيح له كل المجد سابع سنة يعني سابع سبعة اللي بيسموها سنة اليوبيل تعتبر السنة الخمسين بعد تسعة واربعين سنة بتبقى احتفال كبير قوي ويظن ان دي السنة اللي بدأ فيها المسيح له كل المجد خدمته وقال انادي بسنة الرب المقبولة سنة الابراء او السنة السبعة لما يكون حد عليه دين يقع منه الدين يسقط عنه الدين فهي دايما اشارة الى التبرير والتبرئة والخلاص من المديونية وطبعا المسيح له المجد جه يرفع عنا ديون الخطايا ويبرئنا ويطلق حريتنا اللي كانت مقيدة تحت الشطام في نفس الوقت يعني الشريعة بتحط نظام للتعامل مع الفقير والفقير في الشريعة المساوية له كرمته ولو مكنته وان الانسان يحتاج اعمل رحمة ديم الشريعة العهد الجديد بس العهد القديم كمان بيلح على الاهتمام بالفقير والارملة والغريب والضيف وكل الناس التعبانة فقال افتح يدك له وقرضه مقدار ما يحتاج إليه اديله على قد احتياجه في نفس الوقت قال اعطيه ولا يسوء قلبك عندما تعطيه لما تعمل خير ما تبقاش متضايق وانت بتعمل الخير المعطي فبسرور وبعد كده يقول له انه بسبب هذا الأمر يباركك الرب إليك في كل أعمالك وجميع ما تمتد إلي يدك يعني فيه بركة مرتبطة بالعطاء ده تعليم عهد قديم وعهد جديد ده صفات الله العطاء والكرم والسخات يبقى أولاد ربنا لازم يتسموا بنفس الصفات وقال لا تفقد الفقراء من الأرض زي ما حكينا المرة اللي فاتت انه ربنا سيبلنا الفقرة مجال لعمل الخير احنا اللي واخدين بركتهم وهم دول أصدقائنا اللي هيشفعوا فينا في السماء وهم دول اللي عن طريقهم بنحول الكنوز الأرضية لكنوز سماوي وبالتالي احنا محتاجين للفقرة مش الفقرة اللي محتاجين للناس اللي معاها أي إمكانيات لذلك أنا أصيك قائلا افتح يادك لأخيك المسكين والفقير في أرضك المبدأ اللي عمالي لحه عليك افتح يدك يعني خليك كريم وخليك يعني متبسط في العطاء ما تخافش ربنا هيم لأيدك أضعف إذا بيع لك أخوك العبراني أو أختك العبراني هنا بقى فيه موضوع كبير هنبتدي فيه موضوع العبودية أو العبد وطبعا النهاردة في لغة العصر الحديث موضوع العبد أو العبودية ده شيء غير مقبول في حقوق الإنسان لما نرجع 3500 سنة وقرأ كان فيه عبودية مرة جدا الشعوب بتستعبد بعض والناس بتبيع الناس وفيه نظام الرق يسرقوا عيال أو ناس ويبيعوهم كتاب مش موافع على كده لأن ربنا هو خالق البشرية كلها ومحب البشر الصالح لكن بسبب الفقر الشديد كان واحد يروح يبيع نفسه عبد أو يبيع ولاده وإلا هيموت هو وعياله فكان فيه نظام بس عند الوسانيين كان العبد ده زي زي الجمادات يعني يموتوه يقطعوه يستغلوه بأي طريقة هنا الشريعة المساوية لم تلغي نظام العبودية تماما لكن ارتقت بيه درجة فمنعت عنه الظلم والوحشية والإساءات اللي كانت موجودة في العبادات الوساني لما دخلنا في العهد الجديد انتهى نظام العبودية يبقى كطبيعة الشريعة قلنا دايما العهد القديم بيطلع بالناس مستوى لكن يجي المسيح لو المكت في العهد الجديد يكمل ويوصلنا بقى للكمالات وطبعا يبقى بالتالي ما فيش حاجة اسمها إنسان يستعبد إنسان فهنا بيحطاك حالة استثنائية إذا بيع لك أخيك العبراني وهنا حط كلمة أخوك ليه عشان يفكروا أنت دخوك فلو اتبع لك بسبب ظروف ضائقة مادية ما تستغلش الموقف دخوك يبقى غصب عنه وبيستغل عندك لازم تديله حقه كامل أو أختك العبرانية وخدمك ست سنين ففي السنة السابعة تطلقه حرة من عندك يبقى حتى لو الضرورة حكمت عليه أنه يضطر يعيش كعبد سابع سنة لازم تطلقه حر ولما تطلقه تطلقه بكرامة وبعطايا تكفله أنه يعيش حياة كريمة بعد كده طبعا ده مش موجود خالص في الشعوب الوسانية وأنهما يستعبدوا طول العمر ويستعبدوا بطريقة وحشية وحين تطلقه حرة من عندك لا تطلقه فارغا تاني شوفوا بصوا للمستوى اللي كان فيه العالم والمستوى للشريعة اللي ربنا قالها الموسى بيطلع قد إيه لكن طبعا ليست شريعة الكمال زي ما بنقول شريعة الكمال اكتملت في العهد الجديد بمجيء المسيح وبمثالية رب المجد يسوع لكنها علية زي لا تقتل لأنه كانوا بيموتوا بعض جي المسيح عالم مش كفاية لا تقتل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم يبقى ما جئت لأنقض بل أكمل طب ليه ما تقالتش كاملة من الأول الناس ما تستحملش هتقول لي واحد كل يوم بيقتل ما تغضبش هو فين والغضب فين بس كفاية ما يقتلش فنطلع بيه درج كمان إطلاق العبد في السنة السبعة معناها يرجع يتعامل معاك أخ فده يخلي دايما السيد عامل حساب اليوم وعمل حساب إن هم هيتسوق بعض فلازم يتعامل معاك باحترام لأنه عارف إنه هتيجي السنة السبعة الشريعة بتلزمه إنه يحرر هؤلاء ويحررهم بكرامة ولا يطلقهم فارغين من الناحية الرمزية دي معناه أن ربنا ساب البشرية مستعبدة باختيارها للشيطان زمان هذا مقدار ثم جاءت سنة الحرية بمجيء المسيح وتجسده أطلق سرحنا كعبيد للخطية وصرنا باختيارنا عبيد للبر دي تعبيرات بولس فرسالة روميا يبقى ربنا يسوع محرر العبيد على مستوى التاريخ كله مش العبيد للبشر لا ده فيه عبودية مر أكتر من كده العبيد للشيطان العبيد للفساد عشان كده ربنا يسوع أول عزة قالها تلقوها في له أربعة فتح عشعية عن نص المشهور بتاع روح الرب علي لأنه مسحني لأطلق المقصورين وأنادي بسنة الرب المقبولة لأنادي بالعطق بيحرر جاي يحرر الناس كلها لأنها كلها مستعبدة للخطي حين تطلقه حرا من عندك لا تطلقه فارغا تزوده من غنمك ومن بيضرك ومن معصرتك يعني ده طالع بحفلة باحتفال وبكرامة هياخد ايه من البيضر يعني بياخد الأمح والعيش اللي يكفيه شهور لغاية ما يبتدي يدور بقى الشغل بتاعه وكذلك من الغنم وكذلك من المعصرة يعني الكروم والزيت وكل ده يبقى عنده فطالع من الشغلة دي طالع كذبا كويس كما باركك الرب إلهك تعطي يبقى زي ما ربنا بارك لك وهيستمر في أنه يبارك لك لما تبارك لهذا العبد الأمين وتطلقه بكرام واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر هنا دي حاجة مهمة أوي في الشريعة عموما أنه ربنا دايما بيحط خلفية وراء الشريعة يعني مش مجرد مجموعة أوامر ونواهي دايما فيه فلسفة أو فيه فكر وراء كلام مش أنت كنت عبد في مصر ودقت مرارة العبودية والعبودية في مصر وقت فرعون كانت مرة وكان فيها زل كانوا بيموتوا الأطفال الزكور وكان العبد يموت من التعب في الشغل ومحدش يقدر ياخد بحقه طيب إذا كنت دقت عبودية قاسية أوي يبقى عارف أنه مهما كانت العبودية دي مش حاجة كويس وبالتالي كل عبد ينتظر معات حريته فاذكر أنك كنت عبدا وكأنه بيقول له ما هو أنت كمان لو ملتزمتش ترجع عبد تاني ولما تقروا تاريخ اليهود في الأصفار بقى النبوية والتاريخية تلاقوا أنه ده حصل فعلا لما رجعوا اليهود يستعبدوا أخوتهم بطريقة الفراعنة وطريقة الوسانيين ربنا سامح لهم بفترة زل وصاروا عبيدا عند أشور وبابل ودخلوا في مرارة جديدة خدت سنوات أطول يمكن من عبودية مصر ليه مش استعبدتوا أخوتكم طيب خلاص شوفوا بقى الدنيا تعمل فيكو إيه فكان أحد العقابات اللي جات على شعب الله بعد ما كسروا الشريعة وملتزموش بالكلام ده رجعوا لنظام استعباد في زمان سبي أشور وسبي بابل وفارس وإلى آخر تزوده من غنمك ومن بيضارك ومن معصرتك كما باركك الرب إلهك تعطيه واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر ففداك الرب إلهك كلمة فدية هنا مهمة قوي ليه لأن العبد يفتدى لأن في نظام أنه ممكن العبد يدفع فدية أو يأتي من يدفع له فدية فيحرره قبل السنة السبعة كمان لكن هو كده كده في السنة اللي ربنا أيلها لازم هيتحر كلمة الفداء فداء العبيد دي إشارة دقيقة جدا للنعمة العهد الجديد في العهد الجديد المسيح جي فدى العبيد مين العبيد كلنا كل البشر عبيد للموت والفساد والشر والخطيئة فالمسيح فدانا كلنا فأطلق صراحا كنا مستعبدين مزلولين للموت فربنا يسوع شاركنا لحمنا ودمنا وأعتقنا تعبير عبرانين اتنين أعتقنا دينا العتق فداك الرب إلهك لذلك أنا أصيك بهذا الأمر اليوم ولكن طب في استثناء للقعدة كل العبيد هيطلعوا في السنة السبعة إذا قال لك لا أخرج من عندك لأنه قد أحبك هذا الاستثناء يؤكد أن هذا النظام ما هوش نظام وحشي أو قبلي أو همجي أو مؤذي ده كتير من العبيد يقولوا لا يا سيدي أنا مش عاوز أسيبك أنا مبسوط في العيشة دي أنا فرحان أفضل أخدمك بقيت عمر أنت ساخي معايا وبتعاملني باحترام كأخ وأنا مستعبان إيه اللي يخليني أعيش لوحدي وغامر إذن كان في عبيد بيطلبه الاستمرار ده يؤكد طبعا أن ده مش غير نظام الوسانية تمام فبيقول إذا قال لك لا أخرج من عندك لأنه قد أحبك يبقى ده قرار مين ده قرار العبد وطبعا ده إشارة بقى استخدموها الأباء أن إحنا في العهد الجديد ربنا أطلق صرحنا بس إحنا حبينا ربنا فبنقوله إيه خلينا عبيد عندك وقدموا لك يا سيدي إيه مشهورات حريتي أنا رب مش عاوزك تديني حرية كاملة أنا عاوز أفضل عبدك أنت حررتيني من الشيطان المفتاري المؤذي بس أنا حبيتك وإنت مفيش أطيب منك خليني عبدك شغلني عندك قبلني في بيتك ما تطلعنيش من بيتك أبا ما تقوليش أنت حر لما أنا حر بس أنا بحريتي بختارك فهنا لا أخرج من عندك لأنه قد أحبك وبيتك يعني حبك كسيد وحب بيت سيده إذ كان له خير عندك يبقى لما بتعمل فيه خير هذا العبد الأمين هيزيب الخير ليه وهيزيب هذا السيد المحبوب ليه عشان كده في ملاخي يقول إن كنت سيدا فأين كرامتي وإن كنت أبا فأين هيبتي يعني إيه لا تعملوني سيد ولا عملتوني كأب أنا أبوكم ما لقيتش كرامة الأب وأنا سيد ما لقيتش هيبة السادة أنتو مش عجبكو حاجة يا يهود إذا قال لك لا أخرج من عندك لأنه قد أحبك وبيتك إذ كان له خير عندك فأخذ المخرز ليه تقص بقى ليه؟ عشان ما يرجعش في كلامه وعشان تبقى معلنة قدام الكل إن ده مش السيد المفتري أبقى على العبد حتى بعد السنة السبعة يبقى كسر الشريعة بيعمل حركة غريبة جدا يجي عند باب البيت وعارفين زي نظام الحلق كده يدخل المخرز في ودنه وفي خشبة الباب مجرد كده باختياره يعني يواجه على الدقيقة كده عشان يقول باختياره ارتضى إنه يفتح ودنه لكلام سيده بقيت عمر فيبقى لما يلاقوا هنا الخرم في الودن ويعتقد إن ده أحد أسباب موضوع الحلق اللي شكله تقليدي يعني أو طبيعة يخذ المخرز واجعله في أذنه وفي الباب فيكون لك عبدا مؤبدا يبقى كانوا يشوفوا بعض العبيد في خرم كده واضح في ودنهم ويلقوا وشه منور ومبسوط ليه؟ ده اختار إنه يكمل عبد مع هذا السيد الطيب بقيت عمر هو فرحان بكده وده اختيار يبقى لا يلامس سيد أبدا لما يلاقوا العبد مستمر عنده طبعا دي بقى إدتنا معنى روحي عميق جدا ليه؟ إذا كان ربنا ادانا حريتنا إحنا كلنا بنيجي نلزق ودننا على باب بيت ربنا نقول له رب أنا شغال عندك أنا وداني مفتوحة لكلامك أنا أخضع ليك أنا مش عاوز أمشي على كلام الدنيا أنا مش عاوز أخد حرية تضيعني لا أنا هلزق عند باب بيتك باب بيتك ده أغلى حاجة عندي باب بيتك زعني باب السماء بالنسبة لي وداني هتفضل مفتوحة لكلامك لأن مثلا في سفر الأمثال يقول الحكمة بتنادي على الأبواب وتقول الجاهل يجي يسمع يتعلم فهنا الباب دايما إشارة لمدخل الحياة المقدسة ومدخل السماء يبقى إحنا وقفين على باب السماء فاتحين وداننا من لو أذنان للسماء فليسمع يبقى المخراز ده إحنا باختيارنا بنخرم وداننا يعني بنفتحها ونقول له وداني دي مختونة ليك يا رب تعبير القديس طفانوس لما قال أنتوا يا يهود غير مختونين بالآذان ودانكوا مقفولة فبتقولوا إحنا مختونين بس إنتوا رفضين كلام ربنا وأرمية قال نفس المعنى الختان مش مجرد يعني حتة جلدة تترمي لا ختان معناها تكريس معناها إحنا بتوعك يا رب فهنا باختياره مخرز يدخل يقول ده أنا عبد مؤبت وده اللي إحنا بنعبر عنه في صلواتنا يا رب أنا عبدك في بعض الناس تقول إزاي تقول في العهد الجديد أنت عبده قال الله ما هي الحقيقة أنا عبده مش هو ربنا خلقني يبقى هو سيد وأنا عبده كونوا من اتضاعه عملني ابنه ده ما يلغيش أن أنا أقول له أنت سيدي وتفضل سيدي إلى الأبد وأقدم لك يا سيدي مشورات حريات كنستنا تعلمنا زي ما بنقول أبانا الذي نقول يا رب الأرباب يا ملك الملوك يا إله الآلهة أيها السيد الرب ليه لأن إحنا ما بنلغيش من طبيعتنا أبدا أن إحنا نعامل الله كإله ونحن عبيده وعشان كده يقول للرب إليك تسجد وإياه وحده تعبد ونتلزز بعبادة الله نتلزز أن نكون عبيد الله يبقى كلمة عبيد الرب ما اختفتش من قاموس العهد الجديد لكنها أصبحت باختيار الإنسان وفرحه وبرحته وهي دي حياة كل القدسين اختاروا يكونوا عبيد للقداس خذ المخراز واجعله في أذنه وفي الباب فيكون لك عبدا مؤبدا وهكذا تفعل لأمتك أيضا يبقى كلامها يسري على الأمة كمان اللي هي العبدة يعني لو حب تكمل في بيت سيدها وشايفة قرامتها وأمنها في هذا البيت بتتقبل أنها يعني المخراز يجي في ودنها بس ويخبط في باب البيت يبقى كده هي اختارت تكمل لا يصعب عليك أن تطلقه حرا طبعا لما يكون سيد مستفيد من وجود عبد ممكن يجي في السنة السابعة يبقى كده مستخسر لأن ده بالنسبة له صروة لا ما يصعبس عليك حقه ياخد حريته إلا لو حبك وارتبط بيك وشايفك بتحبه وتحترمه هيختار لا يصعب عليك أن تطلقه حرا من عندك لأنه ضعفة أجرة الأجير خدمك ست سنين يعني إيه يعني الأجير اللي بياخد يوميا ويروح بيته غير العبد اللي قاعد فكأنه تعب أكتر من أي أجير لأنه قاعد معاك خدمك صبح وظهر الليل وربنا يسعب له كل المجد استخدم هذا الفكر عشان يعبر عن علاقتنا به لما قال إيه قال لما ييجي واحد سيد ويروح وبعدين العبد يقعد يخسله رجله ويحضر له ياكل هو كده عمل حاجة زيادة ما عملش حاجة زيادة لو عملنا كل البر قولوا إنما عملنا ما كان يجب علينا يعني ما عملناش حاجة زيادة والمسيح لو المجد قال ليس العبد أفضل من سيده سنستخدم لغة السيد والعبد في التعبير عن علاقتنا به فيباركك الرب إلهك في كل ما تعمل الالتزام بكلام ربنا يجيب بارك الالتزام بإبراء سنة الإبراء إنك تسقط الديون اللي ليك عند الناس بدافع الرحمة الناس تعبانة ومش قادرة ده يجيب لك بركات كتير أهم لما تطلق عبيد اختاروا بسبب صرفهم يبقوا عبيد تديهم حريتهم بكرامة وخير يرجع لك بركة كتير أهم كل بكر ذكر يولد من بقرك ومن غنمك تقدسه للرب إليك هنا شريعة الأبكار طبعا تفاهمين إن احنا في التسنية بنعيد اللي تقال في الخروج واللويين كمراجعة لأنه موسى هنا بيوعظ في أيامه الأخيرة بيفكر الشعب عشان خلاص هيطلع الجبل يغمض عينه بقى وينام في حضن ربنا ويكمل رسالته فبيقول كل بكر بكر ذكر يعني ايه ذكور المواشي كلها كانت مقدسة أو مخصصة لله لازم البكر ده يقدم زبيح طبعا إشارة دقيقة عن حكتين حاجة قبلها وحاجة بعدها اللي قبلها كانت ايه الفصح إنه دخل الملاك يموت الأبكار مين الأبكار اللي عاشت الأبكار اللي عاشت أبكار المؤمنين اللي هما كانوا العبرانين ساعت ودم الزبيحة هو اللي سطر على الأبكار فأصبح البكر مقدس لأن البكر كان لازم يموت وهي إشارة بقى لما سيحدث في الزمن في ملء الزمان أنه بكرنا كلنا يعني ربنا يسأله كل المجد آدم الجديد هو الفادي هو الزبيحة الحقيقية فيبقى هنا بيشاور على ما حدث وقت الخروج وفدى الأبكار وبيشاور على البكر الحقيقي الآتي في ملء الزمان فطبيعي شريعة الأبكار كانت فيها تطقيق شديد إنه أي بقرة أو غنمة يجيب بكر البكر ده لازم هيروح زبيحة لا تشتغل على بكر بقرك ما تقولش طب أشغله شوي يستفيد منه وبعدين أتبحه يبقى أنت بتفاصل زي اللي يفاصل في العشور ويفاصل في البكور ويفاصل في الندور لا يا حبيب أنت بتفاصل في البرك الرجل الرحيم يحسن إلى نفسه سبليمان قال كده يعني أنت لما بتلتزم أنت الكسبهان لكن لما بتفاصل أنت عمل تخسر تخسر بركات كتير ولا تجز بكر غنمك يعني جز الغنم برضو بيستفيده شوية من الصوف بتاعه والجز ده ولا ده البكر خلاص ده بتاع ربنا ما تتعودش تاخد حاجة مش بتاعتك ده حق ربنا أمام الرب إليهاك تأكله سنة بسنة يعني إيه كان في عيد البكور أو في الأعياد يقدم أبكار الغنم تزبح أمام الهيكل أو وقتها كان خيمة الاجتماع ثم يشتركه فيه أكلها احتفالا بالوصي يبقى نفزه الاتفاق والعهد وكله هذه الزبيحة البكر دي تأكله سنة بسنة في المكان الذي يختاره الرب أنت وبيتك ربنا اختار مكان كان في سينة بيتحرك خيمة الاجتماع بعد كده لما يشوع دخل كانعان كان فيه مكان اسمه شيلو اللي انتهى وقت عالي الكاهن بسبب بقى فساد الكاهنوت ساعتها وتابوت العهد نفسه راح عند الفلسطين ورجع بكرامة في قرية بسيطة كده لغاية ما جاء داود دخله أرشاليم بكرامة وبجيسه ليمان عمل الهيكل فده المكان اللي بيختاره ربان ولكن إذا كان فيه عيب افرد البكر معيوب يعني إيه أعرج ولا أعمى عرج أو عمى عمى عيب ما رضي فلا تسبحوا للرب إليك يبقى هنا فيه حاجة مهمة أوي ما تقدمش زبيحة معيوبة قاعدة دي مهمة أوي لأنه في ملاخي ربنا بيعاتب كل اليهود قال لهم بصوا بتقدموا لي ايه بتشوفوا أسوأ غنم عندكم مضروبة ما بتتبعش وتجيبوها لزبيحة طب قدمها لواليك كده غفا يرضى عليك تقدر تدي دي هدية البني آدم دي بصلك من فوق اللي تحت ويقول لك أنت مستقل بيا تقوم يعني حاجة ربنا هي اللي دايما تبقى متكلفتة ومتكروتة ومتتلصقة زي اللي يصلي كده كروتة طب انت بتعمل شغلك كروتة بتاكل كروتة شمعنا الصلاة كروتة أو اللي يكون نعصان خالص يقول لك طب ها أرأي أو حاجة ربنا دايما معيوبة كده أو اللي يلاقي حاجة ملهاش لازم عنده خالص في البيت يقول لك أديها للفقرة خلاص ربنا بياخد الكراكيب بقى ربنا اللي دانها كل حاجة ياخد أقل حاجة فهنا من العهد القديم ممنوع الزبيحة المعيوبة لأن الزبيحة إشارة للمسيح اللي بيلاعيب وحده فما ينفعش تقدم حاجة معيوبة ينفعش تعمل خدمة معيوبة ينفعش تصلي صلوة معيوبة حتى احنا في صلاتنا نقول له رب اقبل صلاتنا اللي تكن أمامك بلا عيب صلاتنا بلا عيب بلا افتخار يعني كل العيوب بتاعت الصلاة دي بلاش منها رب في أبوابك تأكله لكن إذا كان في عيب عرج أو عم لا تزبحه للرب إليك ولكن في أبوابك تأكله النجس والطاهر سواء كالضبي أو الإيل أما دمه فلا تأكله في كل الأحوال ممنوع الأكل على الدم أو ممنوع أن يبقى فيه دم لأن ذي كانت العبادات الوسانية الوسانيين كانوا يأكلوا الحيوانات بدمها فعندهم طبيعة وحشية كده فده كان ممنوع تماما لأنه كده بتاخده من أخلاء الوسانيين تلاحظوا أن ده ذكر في العهد الجديد لما الأمم دخلوا الإيمان المسيحي وبعدين التهوت كان ملخبطهم لازم ختان ولازم نموس قالوا لهم لا مش لازم الختان والنموس بالحرف لكن تتحفظوا جدا من الزنا والمخنوق والدم لأن دي بقى ايه؟ وصول العبادة الوسانية كانوا يمارسوا الزنا استرضاءا للشياطين أو للأوسان وكانوا يأكلوا الحاجة بدمها كل ده لازم نبعد عنه خالص أما دمه فلا تأكله على الأرض تسفكه كالدم وهي إشارة أخرى لسفك دم المسيح له المجد من أجل خلاص البشري يبقى صح 15 راجع معنا ثلاث يعني طقوس أو يعني مبادئ في العبادة اليهودية مهمة أو سنة الإبراء يسقط فيها الدين موضوع الفقير والعبد زي تعمله باحترام وتاخد بركته وإذا كان عبد هيقبل أن يكمل في قواعد أن يكمل وأخيرا فكرة البكور من الأغنى صح 16 ده بقى هيركز معنا على مراجعة أعياد اليهود أعياد اليهود مش قليل لكن فيه ثلاث أعياد كبار أساسيين جدا والثلاثة أخدوا المعنى المسيح وأهمهم عيد الفصح اللي هنبتدي به فيه عياد أصغر شوية زي الأبواق وزي الكفارة وزي كل سبت كانوا يتعامل كأنه عيد كل ده تحول لطعم العهد الجديد زي ما نشوف احفظ شهر أبيب شهر أبيب ده بيجي دايما ما بين مارس وأبريل عندهم اللي هي موسم بقى الصوم الكبير والإيامة عندنا وعمل فصحا للرب إلهك لأنه في شهر أبيب أخرجك الرب إلهك من مصر ليلة بأول عيد له كرامة علية عند كل اليهود وبالنسبة لنا العيد حتى يقولوا الناس الطيبين العيد الكبير عيد الإيامة هو طبعا كل الأعياد السيدية الكبرى زي بعض لكن هو ده أصله امتداد للفكر الأديم من الفصح والعلامة الأساسية والذكرى الأساسية والحدث الأساسي في تاريخ اليهود دول ربنا خرجه طلع منها سفر الخروج بيد قوية وزراعا رفيعة بمعجزة كان فيها دم يبقى هنا عيد الفصح اللي هو عيد الخروج عيد الحياة من الموت هو ده بالنسبة لنا عيد الإيامة لأن الناس دي كان محكوم عليها بالموت وبعدين خرجوا للحياة ومين اللي مات ساعتها الشيطان اللي هو الفرعون ساعتها وكل جيش احفظ شهر أبيب واعمل فصحا للرب إليك في شهر أبيب أخرجك الرب إليك من مصر ليلا طبعا ما نرجع لخروج 12 و13 و14 نقرأ بقى الأحداث إزاي ضربة الأبكار دي كانت بالليل وكل بيت مصري كان فيه بكاء وعويل إنما بيت المؤمنين كان فيه فرح علامة الدم سطرت عليهم خدوا بعضهم وطلوا عند المية وخرجوا عبروا البحر الأحمر بضربة العصاية وكل ده كان إشارة إلى الحرية والإيامة اللي المسيح حيديها للبشرية إنه هيموت المسيح وبدمه نتحرر فنعبر في مية المعمودية إلى سيناء الجديدة أو الحياة الجديدة في شارعة بيبقى خرجك الرب إلهك من مصر ليلا فتسبح الفصح للرب إلهك غنما وبقرا في المكان الذي يختار فحادثة الخروج كان كل بيت يتلم ويدبحوا بالخروف أو الغنما بالمواصفات اللي ذكرها سفر الخروج ويحطوا الدم زي علامة صليب على الباب من بره لكن مجتمعين وقفلين على نفسه طب بعد كده خلاص ما بقاش فيه أعداء والعوبدية هيتقدم خروف الفصح دايما في المكان اللي ربنا يختار ليه بيقول مكان الذي يختاره لأن لسه ما كانش فيه أرشاليم ولا كان فيه هيكل سليمان فالمكان ممكن يتغير وده اللي حصل وما لسه في البرية في سيناء لسه هيعبروا الأردن ويعبر معهم تابوت العهد بعدين هيستقروا في شي له بعدها بسنين المكان اللي ربنا يختاره اللي هو المكينيسة العهد الجديد تقدم الزبائح اللي هي دلوقتي قلبنا وعقلنا وحياة تسبح الفصح للرب إله جغنما وبقرا في المكان الذي يختاره الرب اللي يحل اسمه فيه إذن تحديد مكان ربنا بيختاره ده كلام عهد قديم وعهد جديد إحنا لما تتعمل كنيسة جديدة بيبقى فيه تقص التتشين ويقول هذا المكان مخصص لإسم الله وكل هيكل مكتوب عليه هيكل لله الآب اسم الله عليه فأصبح حاجة مخصصة لله هنا تقدم الزبيح لا تأكل عليه خميرا دي مراجعة لما قيل عن خروف الفصحة في الخروج ليه ما يكلوش عليه خمير؟ الخمير دايما إشارة للخطية الحاجة اللي تخمر دي يعني ممكن يبقى فيها تكاصر غير مرئي بس فيها تخمر بمعنى امتداد للشر فكانت دايما معناها أن احنا هنعيش مع ربنا ونتفادى أي خميرة عطيقة يعني أي أفكار قديمة أي شر في حياتنا فيقول دي بالذات لا تأكل عليه خميرة سبع أيام تأكل عليه فطير يبقى يوم الفصح بعد دي سبعة أيام يأكلوا فطير غير مختامر عشان كده نفس عيد الفصح كان في لغة اليهود ساعات يسمى عيد الفطير في ناس تطلقبت تقول ده عيد فصح ولا عيد فطير هو 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 عيد الفصح ده أول يوم فيه اللي هو دبح الخروف من ساعتها في سبعة أيام فطير فيتسمى عيد الفصحة أو عيد الفطير قديس بوليس قالها في كورونسوس إزاي قال فصحان المسيح زبحة لأجلنا إذن لنعيد ليس بخميرة الشر بل بفطير الإخلاص والحق يبقى حطها في أي واحدة كده ترجمة ما حدث قديما في حياتنا الجديدة فصحان المسيح زبحة لأجلنا هنعيد ليس بخميرة الشر بل بفطير الإخلاص والحق يعني الإيمان الجديد نقاول قداسة مبادئ المسيحية دي اللي تخلينا عايشين عيد لا ينتهي في العادة الجديد لأن المسيح أتى وخلصنا زبحة وخلصنا لا تأكل عليه خميراً سبعة أيام تأكل عليه فطير خبز المشقة لأنك بعجلة انخرجت من أرض ماسوه والله حصل كمان حرفياً لما هم دبحوا الخروف وحطوا الدم وجال ملاك المهلك بعدها بساعات على طول لموا الخبيث بتاعهم في القفاف بتاعتهم وجريوا فما اختمرش عشان كيسموه خبز المشقة لأن بدأت رحلة الهروب على طول بعد الفصح فإذا فكرة إن احنا بعد زبيحة ربنا له كل المجد فدانا هنعيش في خبز مشقة يعني ايه المسيح ما وعدناش إن أرضنا دي هتريحنا في العالم سيكون لكم زيق ما أضيق الباب وأقرب الطريق بس مؤدل ايه بقى للحياة هيدخلوا من البحر على سينة وهيعيشوا في صحراء وصيروا بنا مش سيبوا لغاية ما يدخلوا كان عنوى ويوصلوا في الآخر فهنا سماها خبز المشقة لأنك بعجلة يعني باستعجال خرجت من أرض مصر كي تذكر يوم خروجك مصر إذا كان كل يهودي بسيط أهم حاجة يفتكرها يوميا الفصح كل مسيحي حقيقي أهم حاجة يفتكرها يوميا قيامة المسيح ليه لأن يوم قيامة المسيح قصر الموت علينا قصر سرطان الشر فتح لنا بقى بالسم ادانا الحياة الأبدي عشان كده احنا حياتنا مرتبطة بقيامة المسيح ومن هنا تحول السبت إلى أحد لأن يوم الحد هو يوم تقيامة المسيح وقيامتنا كلنا لأن المسيح عام لحسابنا احنا فبقينا احنا بالمعمودية وبالإفخارستية لزقنا فيه واخدين منه قوة القيامة مش خايفين من الموت خلاص أين شوكتك يا موت فأهم حاجة تبقى فيه ذهنية كل مسيحي أنه أنا مش خايف أموت أنا ريح السماء في حياة أبدية تنتظرني المسيح جاء وفتح لي باب السماء ادانا الحياة الأبدية افرحوا بالحري أسماءكم مكتوبة فين في السماء تذكر يوم خروجك من أرض مصر كل أيام حياتك لا يرى عندك خمير في جميع تخومك سبعة أيام في الحاحة لدي عن إيه ربنا بعد ما فدانا له كل المجد وصنا نعيش بقداسة ما نشاركش الشر لا تشاكلوا أهل هذا الظهر تغيروا عن شكلكم بتجديد أزهانكم خميرة الشر ما تدخلش بيوتنا فقار العالم والكذب والغش والدنس والإباحية والحاجات دي مش تبعنا وإلا يبقى أهن الفصح أهن الزبيح ضيعنا تعب المسيح معا لا يرى عندك خمير في جميع تخومك سبعة أيام ولا يبيت شيء من اللحم الذي تزبح مساء في اليوم الأول إلى الغد طبعا زبيحة الفصح يوم ما تعملت ما كانوش يبيتوا حاجة لازم يكلوها كلها ويكلوها على أعشاب مرة ويكلوها وهم إيه ربطين الحزام عشان هيجروا فما تبيتش لليل حصل في المسيح لو كل المجد المسيح لما تعلق الخشبة ما بيتش التاني يوم في نفس اليوم أتم الفداء مات وقبر ثم قام فكانت إشارة أن الزبيحة ما تباتش عشان كده في تقصينة الإبطي ما نحتفش أبدا بجسد ودم المسيح اليوم تاني لازم في نفسه اليوم يتوزع لا يبيت شيء من اللحم الذي تزبح مساء في اليوم الأول إلى الغد لا يحل لك أن تزبح الفصح في أحد أبوابك يبقى الطبيعي أن الفصح بعد ما حصل في وقت الخروج هيبقى دايما له مكان كل الشعب يحتفل مع بعض وده اللي حصل في زمن المسيح يوم عشر نيسان كان كل عيلة جايبة خروف ودخلة من باب الضقن على أرشالهم ودخل المسيح بزفة يوم حد الزعف عشر نيسان كأنه خروف عن كل البشرين ثم وضع تحت الحفظ الغاية 14 نيسان ثم زبح يوم الجمعة الكبيرة وعلق على الخشم فأتم في ذاته كل متطلبات الفصح بس بقى مش عن عيلة عن عيلة البشرية كلها لا يحل لك أن تزبح الفصح في أحد أبوابك التي يعطيك الرب إلهك بل في المكان الذي يختار الرب إلهك ليحل اسمه عليه وبالتالي إحنا بنيجي الكنيسة عشان نجتمع كلنا وناخد جسد المسيح ودوم مش كل واحد هيعمل لنفسه أداس ويعمل لنفسه زبيحة هناك تزبح الفصح مساء نحو غروب الشمس وده المعاد اللي تصل فيه المسيح عشان كده المسيح لو كل المجد غمض عينه على الساعة ثلاثة ونزل من الخشب على خمسة مساء في معاد خروجك من مصر إشارة لنهاية الظلمة على الأرض كانت فيه ظلمة بعد النوار لأن خلص المسيح لو كل المجد فدى البشري وتطبخ وتأكل في المكان الذي يختار الرب إلهك ثم تنصرف في الغد وتذهب إلى خيامك يبعيد الفصح كل يجتمع نحيط خيمة الاجتماع والهيكل يتباحوا الخروف يعودوا سبعة يام يأكلوا فطير يأخذوا بعضهم يروحوا فرحانين بالعيد يبعيد بيأخذ ثمانة يام ستة أيام تأكل فطيرا وفي اليوم السابع اعتكاف للرب إلهك لا تعمل فيه عملا سابع يوم في العيد ده طبعا له كرامة خاصة لأنه نهاية العيد وبالتالي بيبقى له تسبيح ومزامير واحتفالات روحية وبعدين يروح يبقى ده أول عيد فهم جدا عيد القيامة وعشان كده في سبوع الألام احنا بقى اخذناه من حد الزعف لعيد القيامة المفروض كان كل الشعب اللي ابطي ما بيستغلش وكان كله صايم وكله عايز في التسبيح وثوق تاتي جوم لغاية ما نفرح فرحة عيد القيامة العيد التالي المهم سبعة أسابيع تحسبوا لك من ابتداء المنجل في الزرع هو هيروح بيته يبتدي يشتغل في أرضه هيعيد سبع أسابيع من بعض الفصح بعد العيد اللي فات ده من ابتداء المنجل في الزرع تبتدي أن تحسب سبعة أسابيع وتعمل عيد أسابيع للرب إلهك بالعيد التاني ده اسمه عيد الأسابيع اللي هو سبعة في سبعة اللي هي بالنسبة لنا عيد اللي هي الخمسين سبعة في سبعة بتسعة واربعين يبقى هنا هي اليوم التالي هيبقى عيد الخمسين وعشان كده ما زلنا نحتفظ بكلمة عيد الخمسين اللي هو عيد العنصرة اللي كان في لغة اليهود اسمه عيد الأسابيع تعمل عيد أسابيع للرب إليك على قدر ما تسمح يدك أن تعطيك ما يباركك الرب إليك يعني أنت جايب بقى إيه جايين يعيده تاني بعد خمسين يوم بس كل واحد جايب جزء من الحصاد على قد ما يقدر لأنه جاي أول أطفى من الزرع يقدمها الربان وكأنه يحصد بركات اللي عمله ربنا معاه وهو ده اللي بيحصد احنا في عيد العنصرة حصدنا تعب المسيح معنا بمعنى عشان خاطر تعبه مات وقام وصعد للسماء إدانا إيه روح القدس فبقنا مسيحين بجد قبل كده ما كناش مسيحيين لغاية ما خدنا الروح القدس وتقدسنا وصرنا ممسوحين واخدين المسحة فهنا ده حصاد عمل المسيح إذن ساعات يسموا عيد الأسابيع أو عيد الخمسين أو عيد الحصاد كل ده معناه إيه أنه فرحة بقى الزرع فرحة الصمر عشان كده دايماً الكتاب يستخدم كلمة صمر الروح الحياة الروحية تثمر بالروح القدس الروح القدس يملانا يطلع محبة وفرح وسلام وطول أنا وإيمان ولطفه تعمل عيد أسابيع للرب إليك على قدر ما تسمح يدك أن تعطي كما يباركك الرب إليك وتفرح أمام الرب إلهك أنت وإبنك وابنتك وعبدك وآمتك وهو النظام اللي إحنا سمعناه العبد وفرحان مع السيد لأن فيه علاقة حب دي مش عبودية مرة زي الجو اللي بر واللاوي الذي فيه أبوابك والغريب واليتيم والأرمالة الذين في وسطك يبقى الأعياد دايماً إعلان فرح والغاية دلوقتي كلمة العيد بصوا للأطفال بيستنوا يوم العيد عشان يلبسوا لبس جديد ويهيصوا هصة العيد هصة دي أصلها هوس وهوس دي يعني يلا نسبح نهيص نهيص يعني نسبح فكل عيد للهصة بتاعته والهصة دي احتفال بربنا لأن العمل عمر ربنا هو اللي مات وفدانا وقام وهو اللي ادانا الروح القدس طبعاً بالنسبة لهم كانت شوية صمار أرض وخروف لا دا احنا عندنا بقى الحقيقة هما كان عندهم الضل عندهم الإشارات الرموز احنا عندنا الحقيقة نفسها كل الناس تفرح يبقى طبيعي في الأعياد فيه شيطان اسمه شيطان النكد والحزن تلاقوه يحب يسرق الفرحة لأنه متغس جداً ازاي ولاد ربنا يبقوا فرحانين فيطلق لك أي حاجة تدايقك الساطر يعمل اللي قاله الكتاب لا تكن إلا فرحاً بقى ربنا يموت ويقوم عشانك ويفزيك وتبقى تمتدايق حط فيك الروح القدس وتبقى تمتدايق يكتب اسمك في السماء وانت ملكش فضل في الموضوع وتفضل متدايق لازم تبقى فرحان فرحان وتفرح اللي حواليك في المكان الذي يختاره الرب إلهك يعني ما تكملش الفرحة أبداً برا الكنيس دي حتة مهمة أول عشان كي احنا ما نعرفش نعيد كقابات إلا في قدس العيد أنا باستغرب إزاي واحد يدخل على العيد كبير وبعدين تبقى العيد بالنسبة له أكله شرب هو أنت تابعنا ولا مش تابعت هي الفرحة بتطلع من الكنيس وإحنا محتفلين بالمسيح صاحب العيد عيد سيدي صاحب العيد سيدنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح محتفلين بي وبالعمل ومعانا بعد كده نبقى نأكل ونشرب الذي يختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه وتذكر أنك كنت عبداً في مصر وتحفظ وتعمل هذه الفرحة العيات كلها بتفكرنا بإيه شوف كنت مزلول إزاي كنت رايح جهنم كان الشطان بيعمل فيك اللي هو وعاوزه كانت الحياة دي كلها بداية طريق الجحيم دلوقتي رحين على الفردوس وراء الملكوت ومحاولين ملايكة وعيشة قدسين وعيلا كلها حاجة حلوة وربنا نفسه بقى إلهنا وملكنا ومخلصنا وبكرنا ورعينا كلها حاجات حلوة يبقى هنا تذكر تذكر أنك عبداً يبقى دايماً في كل وقف تعيد يا رب أنا مستاهلش أنا وحس أنا كل خطيئة ومعا كده أنت اشتريتني وزبحت من أجلي وحبتني وفرحتني وعملت اللي ما كنت سأقدر أعمله أنا لنفسي تالت عيد مهم تعمل لنفسك عيد المزال سبعة أيام عندما تجمع من بيضارك ومن معصرتك خلي بالكو الأعياد ارتبطت بمواسم الحصاد ليه؟ ماهو اليهود يفلاح وفرق معه خلاص الأكل على قد تفكير فهو فرحته فرحة حصد الثمار فعيد المزال بقى يكمل يقوله لما تجمع بقى في بيضارك وفي معصرك اللي فاد ده كان البكورات لكن بعد كده يجي موسم بقى حصاد شديد قوي في الوقت ده يتحدد عيد المزال عيد المزال معنى تسيب كل حاجة وتاخد كل الثمار دي وتيجي عند بيت ربنا وتقعد بره بيتك أسبوع عشان تفتكر إن ربنا ضل عليك على أجدادك زمان في البرية وحفظهم ورعاهم أربعين سنة كأنها مظال إلهية مين يعدي في الصحراء ثلاثة أربعة يام ويعيش أربعين سنة مضلل عليهم كده فعيد المزال له طقس جميل قوي ما يعودوش تحت سقف لازم يطلعوا ويحطوا فوق دماغهم كده شجر يضللوا على نفسهم يقضوها تسبيح ومزامير وفرحانين ويأكلوا من الثمر اللي ربنا ادهوا لهم عندما تجمع من بيضارك ومن معصرتك وتفرح في عيدك أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك الفرحة ما تكملش إلا بالمحبة ونحن نأكل مع بعض وأن في شركة يبقى الحب ضروري للفرح والحب والفرح صمار للروح القدس والروح القدس صمر التعب المسيح اللي فدانا ودانا الحياة الأبدي سبعة أيام تعيد للرب إلهك بقى ده كمان عيد سباعي زي عيد الفصة عيد المظال كمان سبعة أيام تعيد للرب إلهك في المكان الذي يختاره الرب لأن الرب إلهك يباركك في كل محصولك وفي كل عمل يديك فلا تكون إلا فرح بصورة ربنا بيدلع أولاده إزاي يقول أنا مش عاوزة غير مبسوط والأعياد دي نعملها لك عشان تبقى مبسوط وأجازة من الشغل سبعة أيام ونقعد نسبح بس طبعا من غير تذبيح ما فيش فرح من غير حب للناس ما فيش فرح من غير ذكريات مقدسة لعمل الله ما فيش فرح من غير إحساس أنا كنت فين وبقيت إيه كنت عبد وربنا عملني حر ما فيش فرح يبقى كل ده هو اللي يأسس إنك تبقى فرحان فرح روح ثلاث مرات في السنة بيراجع بقى الحصاد الخمسين المظار ثلاث مرات في السنة يحضر جميع ذكورك أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره في عيد الفطير اللي هو الفصح وعيد الأسابيع اللي هو الخمسين وعيد المظار لا يحضروا أمام الرب فارغين ما تجيش إيد وراء وإيد أداهم بقى ربنا يعمل ده كله وإنت تستخسر تجيب الندور والبكر والعشور ده أنت جاي تدي هدية ربنا إحنا بقى نيجي ربنا بنقدم إيه نقدم حياتنا كلها في العادة الجديدة زي ما دانا جسده ودمه دانا روحه إحنا جايين نقدم أجسادنا زبيح فلا تحضر أمام الرب فارغا يمكنش دماغك فاضية ومشغولة بالدنيا تيجي كنيسة دماغك كلها في ربنا مليانة حب مليانة أفكار مقدسة قلبك ده مليان بحب ربنا وبآيات مقدسة ما تجيش قدام ربنا فاضي وتيجي جاي بحياتك كلها عيالك وبيتك ومالك وحالك وتحطه قدام ربنا تقوله كله ليك يا رب تديني الحياة الأبداية وأنا هدفع فيها كامدي ولا حاك ما بتفعش حاك بس أنا جاي لك بقى أقولك أنا كمان ليك زي ما انت لي لا يحضروا أمام الرب فارغين كل واحد حسبما تعطي يده كبركة الرب إليك التي أعطاك يعني على قدك كل واحد يجيب اللي يقدر يجيبه وهنا يباني أن فيه اختلاف من واحد للتاني في الإمكانيات والوزنات هذا المهم من القلب اللي جاي يصلي بقلبه كده وبيقدم حياته لربنا لا يحضر أمام الرب فارغ إذا الأعياد اليهودية تحولت إلى أعياد مسيحية لأن المسيح صاحب العيد أتانا بنفسه وقدم ذاته زبيحة صار فصحنا حول أيامنا كلها إلى أيام فرح لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبدا الآية المشهورة بقى لا تكون إلا فارحا أقولوا معي لا تكون إلا فرحا تسنية 16 عدد 15 لا تكون إلا فرحا تفضلنا صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفاف أعطينا اليوم واغفر لنا زنوبا كما نغفر نحن أيضا مزنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم همضوا بسلام سلاما ربي أكون معكم ترجمة نانسي قنقر